قبل مباراة الترجي التونسي والاهلي ان شاء الله وانهي افريقيا الاهلي كان النهاردة لازم يفوزها كابتان احمد والامور لو كانت حصر غير كده كانت صعب مثلا في مطش الترجي ولا الامور بتختلف الحقيقة لا خالص دي حالة ودي حالة فاروق طينا نتكلم النادي الاهلي النهاردة نتكلم على كلها النهاردة كان عايز يعمل مروفة اخيرة لاستعداد مطش الترجي وخلي بقى لك النهاردة كانت تزروفه مساعدة لشكل كبير ليه انت عندك الشكل او السيستم اللي شغالها ملعب ضروف عليه اللي هو بيعمل زون في الملعب بيعمل بيحاجمش بيعمل زون كويس فممكن الحاجات دي بالمدرسة المغربية او التونسية او الجزائرية بيشتغلوا نفس السيستم دا فالنهاردة كان فيه صعوبة الاختراك النهاردة كان فيه صعوبة جدا اه بس يعني السيستم دا على ارضهم برضي خلي على فكرة الصفة تاعت الترجي بتلعب دفس السيستم دا على هجمات المرتدة بعتمدوا على الاتنين النهاردة كنا نشوف اللي هو بروفة لا خيرة والدليل على كدا اللي هو النهاردة انت عندك عمر كمال عبدالواحد اخر المتش هو اخر يعني احسن عايف المتش اللي قبل اللي فات اللي هو اللي فات دا هو احسن اللي هو عايف المتش النهاردة ما بدأش بتحقي عليه عشان دا الشكل الاساسي او اللي هشتغل بيه اللي هو ماتش الترج جيت تتكلم على العيبة الموجودة هو بس مفيش محمد عبد المناني ممكن اتعط مكان محمود متولي اللي هو موجود والتشكيل زي ما هو بالظبط مع ريدا سليم ممكن هيقعد ويزر حسين الشحات وتبتري باردك بكشب كهرباء النهاردة انت شايف ان التشكيلة النهاردة هي تشكيلة المطش اللي جاي بس إسنة واحد لقوة التين التلاتة بالظبط لو جاننا نتكلم على التلاتة اللي ممكن فيه تغيير محموم متولى عبد المنع الموجود بتتكلم على ريدا سليم هيكون حسين الشحات رأس حربة كهرباء هيبقى لا هيبقى وسامة أبو علي اللي هو المشغل فبالتالي اختيره النهاردة التشكيل هو هو التشكيلة هو التشكيل الأقرب النهاردة بس احنا بنتكلم نهاردة مش عشان مسلا وسام النهاردة عنده نازلت برد لا 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 مش عشان مسلا بيرايح العيبة ما انت خلي بالك يا فاروق برضك لازم نتكلم انا كمدير فني عارف الاحمال عندي العيبة ايه وعارف لازم عمل روتيشن ازاي وعمل ريكوفير ازاي الموجود انت بتتكلم على وسام هو ناجح فيها خلي بالك وسام بقى له فترة ممصاب وبعد كده رجع تاني الشغل بشكل كويس وهدف معنات العيبة في ماتش مزين باخر حاجة وشغل بشكل مميز جدا فطبيعي اللي انت لازم المعدل بتاعه هينزل الكرفي بتاعه هينزل ما انت عندك النهاردة مثلا اكبر دليل عندك امام عشور النهاردة مش نفس المستوى امام عشور ليه هو ما مصر للتوف هورم بعد كده الكرفي بتاعه ينزل تاني عشان المخزون البدني بتاعه قل فاحنا بنتكلم في النقطة ديك النهاردة بردك اكرم توفيق من الناس الموازة جدا بس جايين من مسافات بعيدة في اسابات كبيرة فطبيعي النهاردة لما بدأ اللقاء لا مفيش مشكلة بس هو الاخر ربع ساعة تلاقي فيها مشكلة لان لها الاستحوز دي يا فاروق النهاردة لما عندك واحد زي افشا بن احسن التغيرات اللي عمله النهاردة كرا لما في الوقت بدري بتتكلم على كريم فؤاد اللي انا شايفه من احسن من رضا سليم بشكل كبير جدا بتتكلم لما المجدنا نتنزل عمر كملعب دي الواحد محطة قوية احسن منه النهاردة قصدك بس يعني لا انا على رأيي قناعاتي وحتى قلتلك المرة اللي فاتت كريم فؤاد احسن من اه اه طبعا انا شايف كده انت النهاردة بتتكلم شوف النهاردة كريم فؤاد لو جيت انا شوف كده انا وجيت نظري كده ليه بقى شوف السرعة كريم بيشتغل ازاي شوف الاوبشن التاني كان مدير فانا ما كانتكلم كريم بيلعب شكر بيلعب في اي حتة في الملعب هاف رايت هاف ليفت اي حتة بتتكلم انا بتكلم في المركز ده انا بتكلمك في المركز ده تم انا نهاردة الاهلي كان في خطورته نهاردة لما كان موجود لما نزل كريم فؤاد واشتغل في الحتة بشكل وميز فعشان كده التعديلات اللي عملها قدت الاريحية لنا انا هكلمك في التعديلات والحتة الخاصة بالتغيرات الحقيقة كبتلا لو احنا اتكلمنا على الماتش يعني برضو تأخر النادي الاهلي في احراز الهدفين او ان